اشتركوا في القناة صار هذا المهم كابتن عبد الرحيم فريق الوفاق غادر الشوط الأول منتصر بالثنائية ولكن الشوط الثاني استقبل هدفين رجع فريق برق الحجاز لجواء المباراة ومن ثم انتهت المباراة وحسمت بركلات الترجيح ما هو السر الذي عولج من قبل الفريق لتفادي الخسارة في هذه المباراة صحيح أول شيء قدمنا 2-0 وعادر الشوط الثاني لكن الشباب بعد التعاود لو صح صحوا شوية فريقنا كانوا واقف صح في بداية المباراة نشط الثاني دخلنا شوية ناكسين شوية من التكافى والتمركز لكن الحمد لله في كل حال نشط الثاني حاولنا بعد التعادل نكون حافظين أكثر شوية في المباراة الحمد لله كلمة حابت وجهها للجنة المنظمة في بطولة بلدية محافظة رابق في النسخة الثانية نعلم بأن جميع الفرق المشاركة طموحها الانتصار والظفر بالكاس الغالية كلمة حابت وجهها بهذه الأجواء وهذا التنظيم الأكثر من رائعا أول شيء يعطيهم ألف عافية ما قسروا بطولة كاملة ما شاء الله تبارك الله يحضر جماهيري في كل مباراة يزداد واللجنة المنظمة ما شاء الله تبارك الله يعني متعاونة في كل شيء والله يعطيهم ألف عافية يا حبيبي ما قسروا الله إن شاء الله قادم أجمل إن شاء الله شكراً في هذه اللحظات للكبتن عبد الرحيم مدرب فريق الوفاق أصدقائنا المشاهدين لا تذهبوا بعيداً المتعة مستمرة في بطولة بلدية محافظة رابق في النسخة الثانية شكراً للمشاهدة